لازم يكون في دراسة عميقة لهذا الموضوع لتسليط الضوء على أهم الأدوات الحديثة المستخدمة في وسائل الإعلام ومدى التطور الرقمي الذي وصلت إليه هذه الوسائل نظم نادي الإعلام الاجتماعي بالشراكة مع مركز إعلام جامعة النجاح الوطنية قعدة سوشالجية بعنوان التطور الرقمي في الإعلام اليوم كان لدينا قعدة سوشالجية تحكي عن التطور الرقمي والإعلام ومقدش الإعلام يمكن أن يواكب التطور الرقمي فكانت المخرجات هي واحدة سواء اختلاف وجهة النظر أو الآراء من كل حتى السبيكرز اللي طلعوا أو كانوا الموجودين إن الإعلام مستمر مهما تطورت الأحداث ومهما كان في الزمن الإعلام مستمر اللي بيختلف هو الأدوات اللي نستخدمها والأساليب اللي نعرض فيها هذا الإعلام بس الإعلام رح يظل مستمر طول عمره اليوم في عندي سوشال ميديا بإمكاني أستخدمها أنا بحكي لكم الورشة بحثت تطورات الإعلام والمقارنة بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث بمشاركة مختصين ومهتمين وأصحاب تجارب سابقة وخبرة في الإعلام التقليدي والمعاصر نهاية المرة كانت بالشراكة مع مركز الإعلام في جامعة النجاح ولأن مركز الإعلام نموذج يحوي فيه فضائية وإذاعة وموقع فكانت الفكرة ننقل التجربة اللي مشي فيها مركز الإعلام من بداية افتتاحه حتى الأيام هاي مبلج من إذاعة ما كانت موجودة كمية الفضائية في خططهم لكن كان مطلوب أنهم يطوروا هذا المركز بالأخير هو ما صار هذا المركز موجود فصار في عنده تجربة واضحة دورنا كنادي إعلام اجتماعي متخصصين في مجال الإعلام الرقمي وبالتسويق الاجتماعي كيف قدر هذا المركز الإعلام يتواصل مع الجمهور كيف قدر يوثق أو يسوق للجمهور البرامج اللي بيقدمها كل موقع كل منصة لها خصوصية سواء من ناحية المحتوى أو من ناحية الأسلوب أو الطريقة اللي لازم أنا أستخدمها عليها أو حتى المادة اللي أنا لازم أنشرها عليها فحضورنا مثل هذه الجلسات حتى كناس عاديين مش نادي إعضاء اجتماعي الفكرة أن أنا لما أسمع المعلومة من حدا مختص بهذا الموضوع بتكون أصح وأدق بأنني أنا أسمعها بشكل عام أو أخذها من حيالها موقع أو حيالها صفحة منزلتها بدون ما يكون لها مرجع علمي مزبوط دعت الفعالية وسائل الإعلام الحديثة إلى التماشي مع التطور مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي كأداة فعالة للوصول إلى الجهور فالإعلام التقليدي لن ينتهي إلا إنه لن يستمر على ما هو عليه فهو يواكب التطور الذي تفرضه ثورة التطور الرقمي ما يخلق أدوات جديدة ترجمة نانسي قنقر